اشتركوا في القناة في الضفة وغزة وكل عواصم العالم نصرة للقدس تهران ترفض اتهامات واشنطن بتزويد أنصار الله بصواريخ استهدفة الرياض والأمم المتحدة تؤكد أن لا دليل على مزاعم الولايات المتحدة ديمستورا يتهم دمشق بالتهرب من الحوار والجعفري يشترط تراجع المعارضة عن بيان الرياضي اثنين أهلا بكم دعت حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى تصعيد الانتفاضة واستمرار الغضب الشعبي في مواجهة الاحتلال حماس طالبت برفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وبإشعال المواجهة في كل نقاط التماس بدورها دعت الجهاد ليكون هذا اليوم يوم غضب تصعد فيه الانتفاضة في الضفة والقدس والداخل المحتل عام 48 ووجهت نداءها إلى أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرر العالم لاستمرار التظاهرات الداعمة لفلسطين والمناصرة للقدس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية كان قد طالب المسلمين بالخروج كل يوم جمعة في تظاهرات غضب وأكد سخوتها مفعيل قرار ترامب كل يوم جمعة بدن الأمة تخرج في كل العواصم والمدن حتى نسقط القرار أطالب أيضاً الكنائس والبابا والإخوة المسيحيين فلسطين وفي المشرق العربي وفي كل مكان أن يخصصوا أيضاً صلواتهم يوم الأحد ودعواتهم وأعمالهم أن يخصصوها أيضاً للقدس ولكنيسة القيامة وللمسجد العقس المبارك هنية أكد أن الحركة ستعزز علاقاتها في المنطقة للتصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني داعياً إلى بناء تحالفات قوية على المستويين العربي والإسلامي فلنشكل غرف مشتركة للتفكير الاستراتيجي مع كل القوى مع كل مكونات هذه الأمة إن أمتنا اليوم مدعوة أن تنسى خلافاتها وصراعاتها التانوية وأن تطوي صفحة الآلام والأوداء والبكائيات والدموع إن أمتنا اليوم مدعوة أن تصوب بوصلتها نحو القدس ونحو أرض فلسطين المباركة وكانت حركة حماس قد احتفلت بالذكرى الثلاثين لانطلاقتها في مهرجان جماهيري حاشد في قطاع غزة أحمد شلدان مهرجان حاشد لحركة حماس في الذكرى الثلاثين لانطلاقتها مهرجان رسم خلاله رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية خارطة طريق الحركة في المرحلة المقبلة في الوقت الذي جددت فيه مختلف الفصائل مواقفها من مجمل القضايا الوطنية نرى بالقرار الأحمق للرئيس كرام بخصوص مدينة القدس بمثابة إعلان حرب على شعبنا وحقوقه وهنا ندعو لعقد اجتماع قيادي وطني عاجل المشاركة في مهرجان حماس لم تقتصر على التمثيل السياسي لفصائل المقاومة فمختلف الأجناحة العسكرية كانت لها بصمتها فيما مثلت هذه المناسبة فرصة للحشود المشاركة لتأكيد أن ثوابتها دونها الدماء والأرواح جئنا اليوم بهذه الحشود والجماهير جئنا لنثبت للعالم أننا خلف المقاومة بغض النظر أن كانت حماس فتح الجهد الإسلامي هذه قدسنا وقدسنا إسلامية عربية ونقول لكل الشعوب المتنازلة عن هذه الحقوق أن هذا حقنا ويجب الاحترام به أقول لأطراب أن القدس لنا ليس لإسرائيل ليس للاحتلال وكان هذا المهرجان هو الأول للحركة منذ عام 2012 حيث تعمدت حماس تنظيمه هذه المرة تحت شعار المقاومة قرارنا والوحدة خيارنا هو السفتاء جماهري على التمسك بالمقاومة والوحدة جسده هذا المهرجان فمن هنا بعثت حماس وفصائل المقاومة رسالة واضحة المعالم باسم آلاف المحتشدين رسالة عنوانها القدس خط أحمر وعلى أبوابها تتحطم مؤامرات التهويد والتفريط أحمد شلدان غزة الميادين ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة الميادين هنا محميد هنا صباح الخير نحن اليوم أمام نهار طويل من الاحتجاجات والتظاهرات المعارضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كيف تبدو التحضيرات لديك؟ صباح الخير مايا بالفعل هناك دعوات وزهت لكل المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلى القدس إلى الأراضي المحتلة عام 48 يتشارك بالاحتجاجات الشعبية ضد القرار الأمريكي اليوم في مدينة القدس ستكون هناك تظاهرة بعد انتهاء صلاة الجمعة في داخل المسجد الأقصى هناك توقع بأن تشارك فيها حشود كبيرة من المقدسيين طبعا هناك استنفار أمني إسرائيلي في مقابل هذا الأمر لسيما على ضوء الاحتجاجات التي تصاعدت خلال الأسبوع الأخير ووصلت حتى بالأمس ذروة أخرى كان هناك ستة اعتقالات ونحو ثلاثين مصابا في صفوب المقدسيين بعد عملية قمع سديدة عنيفة فنتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين تفريقي اعتصام لهم في باب العمود في الأراضي المحتلة عام 48 ستكون هناك أيضا تظاهرة كبيرة سيشارك فيها ألاف المواطنين الفلسطينيين في مدينة سحنين في الجليل نعم هناء محميد مراست الميادين كنت معنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك رأى وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن الولايات المتحدة لا تزال وسيطا نزيها في عمليات السلام وفي تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية أشر الجبير إلى أن واشنطن بصفتها القوة العظمى وبحكم علاقاتها القوية مع إسرائيل والدول العربية يمكنها أن تقوم بالدور الأهم لتحقيق تقدم في عمليات السلام داعيا إياها إلى عدم اتخاذ إجراءات أحدية تؤثر في مساري هذه المفاوضات أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بلاده أبلغت أمانة الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس أبلغتها بشكل رسمي تحفظها عن بعض بنود بيان قمة إسطنبول قاسمي أشار إلى أن دعم البيان الختمي في الاجتماع لا يعني أبدا الاعتراف بالكيان الصهيوني من قبل إيران رفضت إيران بشدة ادعاءات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي بتصدير إيران أسلحة إلى أنصار الله استخدموها لاستهداف مطار الرياض المندوب الإيراني لدى المنظمة الدولية وصف للميادين الأدلة الأمريكية بالمختلقة مندوبة الولايات المتحدة كررت مزاعم لا أساس لها من الصحة وهي تريد التعمية على الأسلحة التي تقدمها لقتل اليمنيين الأبرياء وما ذكرته عال من الصحة جملة وتفصيلا وهي تدعي أن المقاتلين في اليمن هم إيرانيون وهذا غير صحيح فكل من يقاوم الاحتلال في الشرق الأوسط أو يقف ضد التجويع يعتبرونه إيراني الشعوب تناضل رفضا للاحتلال والقمع ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار لقد نقلت إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة مرارا استعدادها للمساعدة في المفاوضات ووقف النار وفي إيصال المعونات الإنسانية إلى اليمنيين اليمن مهدد بشكل كبير بالمجاعة والكوليرا والكثير من الأمراض الأخرى أبرياء يقتلون وإيران على استعداد للمساعدة في تقديم المعونات وفي العملية السياسية والأمريكيون يريدون أيضا إبعاد الأنظار عن موضوع القدس في خطوة مفاجئة يبدو أن نيكي هالي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كلفت بتقديم لائحة اتهام جديدة ضد طهران تبرر إقدام ترامب على قرار عدم المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران وكما هو منصوص عليه خلال ثلاثة أشهر هتاني مجرد قطعتين ضمن العديد من القطع كدليل على أن الصواريخ هي إيرانية الصنع الصواريخ صنعت في إيران ونقلت إلى الحوثيين في اليمن ومن هناك أطلقت على مطار مدني فكادت أن تقتل مئات المدنيين في السعودية هالي التي ظهرت وهي تقف أمام ما قالت إنها بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن باتجاه السعودية أشارت إلى أنها ستعمل لبناء تحالف دولي للتصدي لإيران التي خالفت قرار مجلس الأمن رقم 2231 ما أستطيع أن أقوله لكم هو أننا لن نجلس ونغمض عيوننا فنحن سوف نتحرك وسنكون أقوياء لكي يعرف المجتمع الدولي خطورة هذا التهديد كان ملفتا أن لا يقدم وزير الخارجية تيلرسن أو وزير الدفاع ماتس هذه الاتهامات مما يرفع من منسوب الشائعات المترددة في واشنطن بأن تيلرسن لا يستمر طويلا في الإدارة واشنطن تراهن من خلال هذا العرض الدرامي على منصة انطلاق جديدة تشكل من خلالها جبهة واسعة ضد طهران لتعديل مواقف الحلفاء تجاه الاتفاق النووي مع إيران محمد كريم واشنطن الميادين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد على تصريحات المنجوبة الأمريكية في تغريدة له شبه ظريف تصريحات نيكي هيلي بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية الأسباق كولين باول حول النووي العراقي والتي مهدت لغزو العراق عام 2003 الناتق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحا حق أكد أن تقرير الأمين العام للمنظمة لم يبت مسألة وقوف إيران وراء تزويد أنصار الله بأسلحة خطيرة التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي اليوم هو تقرير نصف سنوي وذلك بشأن مدى تنفيذ قرار المجلس رقم 2231 ويقدم هذا التقرير تحليلا بشأن الصواريخ التي تم إطلاقها من اليمن على المملكة العربية السعودية ولا توجد أدلة قاطعة على مصدر تلك الصواريخ استشهد 12 مدنيا بغارات للتحالف السعودي استهدفت الجسر الرابط بين منطقتين البرح ومقبنة جنوبية غرب تعز ثمانية مدنيين كانوا قد استشهدوا بغارة للتحالف في صعد وهو ما رفع حصيلة شهداء الخميس إلى عشرين بينهم نساء وأطفال نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل صعوبات في احتواء خامس أكبر حريق يضرب كاليفورنيا من جديد أهلا بكم اتهم المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان ديمستورا اتهم الحكومة السورية بأنها لم ترغب حقيقة في الحوار وفي مؤتمر صحفي ألن ديمستورا أنه يعد لجولة أخرى من المحادثات الشهر المقبل اعتمادا على نتيجة المحادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لم أرى أن الحكومة تبحث حقا عن طريقة للحوار والتفاوض خلال هذه الجولة علي أن أقول ذلك للأسف لقد رأيت المعارضة تحاول القيام بذلك أمل حقا أن الدبلوماسية ستساعد الحكومة والمعارضة للقيام بما هو متوقع رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جناف نصر الحريري رأى أن روسيا لا يمكنها الضغط بدرجة كافية على الحكومة السورية ودع الحريري المجتمع الدولي إلى فعل المزيد لإقناع الحكومة السورية بالتفاوض لا يوجد موعد محدد لجولة قادمة باعتقادي إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا من غياب الدور الفعال للمجتمع الدولي ورهن مؤسسات القرار الدولي للنظام والدول التي تدعم النظام فلا أعتقد أن جولة جديدة سيكون لها مزيد من الفعل ومن الأثر وكان رئيس الوفد الحكومي سوري بشار الجعفر إلى جناف قد دعا وفد المعارضة إلى التراجع عن بيان الرياض اثنين الجعفر اتهم السعودية بالسعي لإفشال المحادثات موسى عاصي من جناف لا فرق بين جناف ثمانية وصابقاته لا نتائج عملية ولا تقدم المبعوث الأممي يشعر بأن الوقت ينفذ من أمامه في مواجهة استحقاقين الأول اقتراب موعد مؤتمر سوتي والثاني نهاية ولايته بعد أسبوعين لذا بذل ديمستورا ما بوسعه من جهود مع الطرف الحكومي لإقناعه بالجلوس في قاعة واحدة مع الوفد المعارض وضغط على المعارضة لإقناعها بتقديم المزيد من التنازلات بعد تخليها نظريا عن مطلب تنحي الأسد وسحب بيان جنيف واحد من التداول لكن الحكومة السورية مستندة إلى كل التطورات الأخيرة رأت نفسها غير مضطرة للظهور مع الوفد المعارض في صورة واحدة تمنح هذا الوفد شرعية تمثيلية أي حوار مباشر مع وفد ما يسمى بالمعارضة يجب أن يحقق شيئين اثنين أولا إلغاء بيان الرياض اثنين من قبل مشغلي هذا الوفد ثانيا تشكيل وفد فعل المعارضة إلا موحد للمعارضة يعكس تطبيقا نزيها للقرار ٢٠٢٤٤ خيارات المعارضة باتت محصورة والعقدة في بقاء بيان الرياض اثنين والخلافات بين أطياف الوفد الواحد حول جدوى بقاء هذا البيان كبيرة في صعوبات بهذه الجولة وذلك بسبب شروط المسبقة التي وضعت بالاجتماع الذي حصل بالرياض بين منصات المعارضة إثناء عملية تشكيل الوفد الواحد في بيان الرياض اثنين صدرت توصيف لما نعمل عليه وما نطمح لتحقيقه وهذا ليس شرط مسبق وليست عقدة العقدة أن تشترط عليه من يكون في الوفد وما خطاب الوفد هذا ليس حقه أنت تأتي أنا والطرف الأخير بناء على مشاكل حقية بناء على أمور استعصاء سياسي واقع وفد المعارضة يرفض التسليم بأمر سوتشي هناك بحسب ما أبلغه المبعوث الأممي سيكون أقلية بين مئات المدعوين لذا ستبقى المراهنة بعد فشل محاولات الجلوس مع الوفد الحكومي على جولة جديدة من جولات جنيف قبل المؤتمر الروسي لكن مع رؤية جديدة تقنع وفد الحكومة بالدخول معا إلى قاعة واحدة انتهى جنيف ثمانية والجميع يتطلع إلى سوتشي الحكومة السورية ترف المحطة الروسية بداية جدية للحل المعارضة تتمسك بجنيف لأنه لا تمثيل موازها لها في المؤتمر السوري العام واستفاني مستورا يخاف أن تخفت أضواء ذفاف بحيرة إليمان السويسرية لصالح ذفاف البحر الأسود مصاعس جنيف الميادين وعند الحدود بين لبنان وسوريا أعيد افتتاح معبر جوسي في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بعد إعادة تأهيله الافتتاح حضره من الجانب السوري وزير الداخلية اللواء محمد الشعار برفقة عدد من المسؤولين السوريين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أشار إلى أن التنسيق الأمني مع سوريا لم يتوقف على رغم سياسة نائي بالنفس إن أهمية هذا المعبر الحدودي الذي كان يبعد عشرة كيلومترات من هنا داخل الأراضي اللبنانية تكمن في موقعه الجيوسياسي اليوم وبعد إقفال قصري للمركز سابق نتيجة العمل الإرهابي الذي تعرضت له المنطقة بأسرع وبالأخص مركز الجيوسي السوري نحتفل وإياكم بافتتاح هذا المعبر ونعلن أمامكم استئناف العمل فيه مجهزا بالعديد والعتاد ليكون أولا محطة أمن وأمان لأهل القاع واللبنانيين ويضمن ثانيا للوافدين من وإلى لبنان حرية الانتقال بالتعاون مع الأشقاء على المعبر من الجهة السورية بما تفرده القوانين والإجراءات والاتفاقيات حذرت بيونج يونج من أنها ستقيم الحصار البحري عليها على أنه عمل إرهابي أو أنها ستقيم هذا الحصار على أنه عمل إرهابي ضدها متوعدة برد قاسا موقف كوريا الشمالية جاء عشية عقد اجتماع وزاري في نيويورك لبحث تشديد العقوبات ضدها بما في ذلك إمكانية فرض حصار بسبب مواصلتها العمل على برنامجها الصاروخي النووي في الولايات المتحدة لا يزال رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق كاليفورنيا للمستعر منذ عشرة أيام الحريق الذي وصف بخامس أكبر حريق يضرب الولاية أتى على 953 كم مربعا في مقاطعتي فينتورا وسانتا بربرا وهي مساحة تزيد على مساحة مدينة نيويورك ليدمر أكثر من 700 منزل متسببا بنزوح أكثر من 94 ألفا وقد أعلنت إدارة مكافحة الحرائق أنه تم احتواء 30% فقط من الحريق والآن إلى الزميلة بيسان تراف وأبرز ما عنوانته بعض الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم صباح الخير بيسان صباح الخير معي تفضلي صباح الخير مشاهدين جولة جديدة على أبرز ما عنوانته بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح البداية مع صحيفة الأخبار اللبنانية يوم الحشد في فلسطين وأيضا اخترنا من عنوين هذه الصحيفة السعودية تلاحق مجموعة الشويري شبهات تحيط بامبراطورية الإعلانات وإبسس للإحصاءات سوريا جناف ثمانية يفشل من بوابة الرياض اثنين ننتقل إلى أبرز ما عنوانته صحيفة الدستور الأردنية وفي عنوانها الأول جمعة غضب فلسطينية اليوم دعما للقدس مشروع قرار عربي بمجلس الأمن ومبادرة فرنسية بلجيكية مضادة لقرار ترامب سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع المقاومة في غزة القوات الخاصة الصينية تشارك في معركة الغوطة الشرقية وصلت ميناء ترطوص منذ أيام ننتقل إلى أبرز ما عنوانته صحيفة الأهرام المصرية في عنوان بارز هنية يدعو إلى تنظيم يوم غضب كل جمعة بالعواصم العربية والأراضي الفلسطينية متطرفون يوهود يكتحمون الأقصى وغارات إسرائيلية على غزة بدورها صحيفة الحياة السعودية عنوانت واشنطن لبناء تحالف دولية صدى الإيران اتهمت تهرام بزعزعة الاستقرار وتسليح الحوثيين والاشتراك في إطلاق الصاروخ على مطار الرياض لقاءة الإصلاح في الرياض لترتيب البيت اليمني مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن وأمريكا تجدد وعوداً بخطة سلام مبادرة فرنسية بلجيكية أمام القمة الأوروبية إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية في العنوان الأول الإمارات لا بد من مواجهة دولية أكثر قوة لتهديدات إيران جرغاش لقاء محمد بن زايد مع قادة الإصلاح اليمني يهدف إلى توحيد الجهود لهزيمة تهران واشنطن بالأدلة صواريق الحوثي على السعودية إيرانية مشروع قرار دولي ضد اعتراف ترامب القدس عاصمة لإسرائيل خبراء للاتحاد الدوحة تخفي علاقاتها المشبوهة بالكيان السيوني خلف شعارات زائفة إلى صحيفة الثورة اليمنية في العنوان الأول 23 شهيداً في صعدة وتعز وأضرار في ممتلكات المواطنين بمأرب والحديدة وأنهم 16 غارة على مديرية كتاف بصعدة والأباتش يقصفها بأربعين صاروخاً السفير الروسي توقع استخدام اليمنيين لأسلحة جديدة إذا استمرت الحرب أكد قدرة اليمنيين على تطوير الصناعات الحربية ونفى علاقة إيران بالصواريخ تفح الكيل السعودية تسقط في عيون الشارع العربي عنوان بارز اخترناه من صحيفة الراية القطرية خاشجي دفعة جديدة من المعتقلين سكة حديد تربط إسرائيل بالإمارات والسعودية حرب فرنسية في أفريقيا بأموال سعودية وإماراتية مع هذا العنوان نختم جولتنا شكراً للمتابعة نعود إليك مايا شكراً لك بيسان ملتقاني تجدد معك خلال برنامج آخر طبعة مشاهدين الكرام من عنوين الصحف إلى عنوين هذه النشرة دعوات إلى تظاهرات غضب في الضفة وغزة وكل عواصم العالم نصرة للقدس طهران ترفض اتهامات واشنطن بتزويد أنصار الله بصواريخ استهدفت الرياض والأمم المتحدة تؤكد ألا دليل على مزاعم الولايات المتحدة ديمستورا يتهم دمشق بالتهرب من الحوار والجعفر يشترط تراجع المعارضة عن بيان الرياض إثنين للمزيدنا الأخبار زور موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت النشرة انتهت دمتم بألف خير